من القصص الأخرى أثناء تجواله الليلي تفقده للناس إش حصل؟ يعني واحدة منه مثلا يجي على ولد شاب يبي أخس يبي أخس يجي قال له طين رأس خس الطاق خس قال له نظف لك يا قال له تعرفتني منه أنا قال له غير سيد الزعيم أنت أنت زعيمي قال له نظفه نظفه وغسله بالماء يلعده بالتنك قال له هذا الخس قال له شوف أنا هسا أقدر عاقبك أنت هسا جاي تمرض الناس لتبيع الخس بهذه التنكة الوصخة جاي تخسل الخس وتطل العالم شوف باتر حجر لك حنفية هنا وراح أخبر البلدية ما حاربوك تبقى هنا وتخسل الخس بيمن بالماء اللي حنفية وراح أطيك 100 دينار أنا من عندي مساعد لك دينار فعبد الكريم قاسم قال ما يمر له يمر له بالسبوع مرة يشوفه قال له قد تطلبني دربالك مزاغل علي تطلبني سبوع عاي سبعة دنانير ينطهي ويلقوا الحنفية وغزته هذا يقول أنا بعدين بطلت من الخس قمت بأرقي هذا الولد يقول أنا قمت بأرقي وبقى الزعيم الحنفية مالته واستشهده راح فكان يعني هو يفتر عليهم افتر على مرة قالت له قال له شون هايتو ده سوون هذا شون هذا التانكي مخلي تهنانه وشبشبين بالماء قالت له غير هذا هذا المخبل هذا المخبل القاعد بالدفاع انطانا هاي القيعان لا انطانا مي لا انطانا رمو لا انطانا كل شيء تقصد مدينة الثورة هو صحبت لهم قيعان بس ما انطاناهم موات قال لهم هذا المخبل هسه نقول له راح يجيب ليش مي ثاني يوم جاب التنكي ما تعرف طبعا ايه فقصدي أكوها الويات شعبية تحصل لكن المواطن هاي قد ما يحب يضخمها شوي يعني يضخمها لكن هي بيها جدر لحقيقة يعني اكثر من تضخيم انه ظهرت صورته في القمر هذه خب كارثة يعيش عليها لخيار الشعب والله استاذ علي انا ما شفيت بس الامة والقديسين عندنا المسيحيين والامة عندنا يعني يوصلون الى هذه المرحلة الفكسور سنة مثلا هم يضلون على هاي الهالة عبد الكريم قاسم شنعوا عليه وقتله وذبوا بالشاط وما الى قبور وشوهوا سمعته 35 سنة لكن بقى يتلألأ في قلوب العراقيين